اهلا بكم من جديد في الايام الماضية كان فيه ترحيب بهذه القمة من ترحيب دولي وعربي واقليمي ترحيب من طرفي الصراع ايضا اخب بيان صدر اليوم الحقيقة من الخارجية السعودية منذ قليل وطرفي النزاع ايضا رحب بمخرجات هذه القمة لكن الوضع على الارض لم يتغير بل هناك احتدام في الصراع بين الطرفين على الجانب الاخر وعلى هامش هذه القمة كان هناك لقاء مصري اثيوبي لقاء رفيع المستوى بين الرئيس السيسي وبين ابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا والحقيقة مخرجاته كانت مهمة جدا بيان مشترك بين البلدين لاستئناف المفاوضات وايضا الحقيقة الاهمة وكمان في بيان صدر النهاردة من رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد يتحدث عن ان اثيوبيا تحفظ الامانة ولا تنوي الاضرار بدول حود النيل وبتحيي حكمة الرئيس السيسي وبتتكلم على علاقات مشتركة بين مصر واثيوبيا وزيارة نادرة لرئيس الوزراء الاثيوبي للقاصمة الادارية فالناس ما يتلخبطها بتقولك هو ايه اللي بيحصل يا جماعة هو اثيوبيا كانت دولة طبقا لبيانات الخارجية مش طبقا لكلامنا طبقا لبيانات الخارجية عرقلت المفاوضات لسنين طويلة احنا بنتكلم على مفاوضات استمرت عقد من الزمن عشر سنين من المفاوضات اثيوبيا طبقا لبيانات الخارجية المصرية كانت معرقلة كانت مماطلة المفاوضات توقفت لمدة ثلاث سنوات ما كانش فيه مفاوضات هو ايه اللي حصل ايه اللي تغير هل احنا كده فيه مأمن من مشكلات صد النهضة امبارح اثيوبيا دخلت فيه الملء الرابع للسد وهذا الملء يعني لو كانوا خزنوا 17 مليار متر مكعب احنا بنتكلم على 24 مليار متر مكعب من المتوقع ان يتم تخزينها هذا اطول ملء للسد خلال شهرين حياتبتد لشهرين فماذا يعني ذلك احنا بنتكلم في اجمالي 41 مليار متر مكعب يعني كل خبراء المياه بيقولوا ان ده حيكون له تأثير كبير على مصر بالذات السنة دي طيب احنا ليه راجعين نوضع الترابيزة؟ ليه المفاوضات دي هتؤدي الى ايه؟ هل 14 شهر الموجودة في البيان دي ملزمة الاثيوبيا ولا احنا عنشوف مماطلة اخرى؟ كل دي اسئلة في الشارع من اين نبدأ وإلى اين ننتهي؟ عميد خالد عكاشة في الاسئلة الصعبة بنستعين بيك دائما لكي تحلل وخليني ابتدي بالبيان الاثيوبي النهاردة بيان ابي احمد اريته ازاي؟ تحياتي لحضرتك الاول وللسادة المشاهدين جميعا اسئلة مشروعة واسئلة في محلها لكن هكذا هي السياسة يعني يجب ان نعترف بذلك ولا نخشى او لا نتشكك من ان تحقق دولتنا والدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية على وجه التحديد انتصارا ما او تغيير في مواقف ظلت متصلبة او مراوغة خلال الفترة الماضية يعني ما نقلقش من هذا النجاح حاجة بتسميه نجاح؟ اه طبعا لان اللي يقرأ البيان اللي خارج من رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد النهاردة اللي صدر واللي موجود قدام حضرتك يجد ان هو يعود ادراجه الى الرؤية المصرية اللي انطلقت من اللحظة الاولى منذ توقيع اتفاق المبادئ 2015 هكذا كانت هي دي رؤية رؤية مصر لعبة السياسة ولعبة المفاوضات ماراثن طويل صعب معقد استخدمت مصر فيه كل الوسائل والاسلحة اللازمة وصلنا فيه الى وساطة امريكية كانت قابق وسينا او ادنى من تحقيق اتفاقية في العام 2020 حلنا فيها كافة الاشكاليات والامور المعلقة لم تكن هناك ارادة اثيوبية في هذا التوقيت لانجاز الامر فتقعست رغم ان الوسيط الامريكي ودولة مصر والسودان في هذا الوقت كانوا بيتحدثوا عن اتفاقية شبه متكاملة العديد منهم قال انها تجاوزت 95% من مطالب الاطراف الثلاثة النقطة التانية ان وصلنا لغاية مجلس الامن دخلنا الاتحاد الافريقي عملنا جوالات عديدة كل هذه الجهود الحقيقة وكل هذا الماراتون الكبير اعتقد ان احنا النهاردة في محطة من محطات حصاد لهذا الجهر ماذا تغير؟ يعني حريك بتقول انه هذا هو ما ذكره ابي احمد هو الموقف المصري ومشابه للموقف المصري لكنه ايضا مشابه للموقف الاثيوبي اتيوبيا لم تغير ايا من مواقفها السابقة الجوهر الحقيقة اللي هو لفت نظري هو مسألة التشارك والتعاون ما بين الدول الثلاث ودي كانت الرؤية المصرية اللي من البداية واللي كان هذا الطرح السياسي اللي اسمعناه اكتر من مرة على لسان الرئيس المصري ورددوا المسؤولين المصريين جميعا منهم وزير الخارجية ومنهم وزير الرأي في اكثر من مناسبة مسألة ان نحن لسنا ضد التنمية على الاراضي الاثيوبية او داخل دولة اثيوبيا لكننا نطلب امور انضباطية وامور لا تضر بمصالح دولتاي المصاب وهي السودان ومصر بل ولدينا رؤية لان يكون مثل هذه المشروعات الكبرى لخدمة دول حوض النيل بكامل وده ربما يفسر وبردو ده سمعناه من الخبر كتير ان مصر بتبني مثلا سد لدولة تنزاني في منطقة اخرى يعني ما عندناش اشكالية على الاطلاق في مسألة المشروعات التنموية لادارة المياه بشكل اوبار حضراتك بتقولي الفكر التشاركي وانا حقر جزء من بيان ابي احمد النهاردة انه فكرة ان اثيوبيا تحفظ الامانة وهذا بيان على لسان ابي احمد تعتبر الامانة والوفاء بالعهود من سمات الاثيوبيين الحميدة وهي جزء اصيل من تراث الشعب الاثيوبي وكذا وكذا نؤكد بان اثيوبيا الدولة لا تفرد في الامانة ولا تنوي اضرار بجيرانها هي بتعتبر انه منابع نهر النيلية الامانة وانها لا تفرد في جيرانها تفرد في حقوق جيرانها طب ما يمكن حد يقول انه ربما يعني اولا اثيوبيا كان دايما بتقول الكلام ده بتقول ان احنا متشاركين في النهر عمرها ما قالت عكس ده ويمكن لانه لا قالت عكس ده ما عليشش اسف للموضع كاب بتتكلم على ان هذا النهر ده نهر طالما موجود على الاراضي الاثيوبية فهو نهر اثيوبي ولها حقوق السيادة اللي تدير النهر بما ترى هي كرؤية اثيوبية خالصة ولا يحق لأحد لا سودان ولا مصر ان يتدخل في الامور المتعلقة بادارة المياه بشكل عام ولم تلتزم على الاطلاق بمسألة عدم الاضرار والحصص كانت بتيجي كجومة العابرة في نهاية بيان طويل جدا كان كله بيتحدث عن ان النيل الازرق هو بحيرة اسيوبيا فهناك شايف انه تغير واضح في اللغة فكرة المشاركة والتشارك وان احنا شركاء في هذا النيل وده فكرة النهر الدولي وده مهم جدا من عجل القوانين النهر الدولي انا كنت داخل بقى بزرابت كده لكن قبل ما ادخل في ده طب ما ممكن حد يقول طيب وهم عملوا تلاتة مل ودخلين على الرابع وبالتالي هم وضعهم داخليا افضل فبيقولك خلاص اوكي ممكن ارجعوا ده على الترابيزة يعني انا خلصت ما اريد ان افعله وما اريد ان احققه طيب خلينا نوضح نقطة في الجزئية دي الحقيقة في البداية كان احد النقاط الخلافية الكبيرة هي مسألة مدة المل وكان الجانب الاثيوبي بيصر على ان يكون المل في ظرف ثلاث سنوات والجانب المصري كان بيتحدث عن المل في من 8 الى 10 سنوات المل لم يكتمل ونحن في السنة الثامنة او التساع من عمر هذا المشروع يعني الرؤية المصرية تكاد تكون تحققت او المطلب المصري تكاد يكون قد تحقق بالتلقائيا وبالصورة التي ترضينا وده اللي بيفصر الحقيقة ان احنا لم نتضرر مائيا وفق البيانات الرسمية ايضا احنا بنستند في تحليلنا وفي قراءتنا لمثل هذه البيانات الى البيانات الرسمية التي لم تتحدث عن ان الحصة المائية المصرية تضررت ولو بلتر 100 واحد طالما طوال هذه السنوات لم نتضرر وتقريبا الرؤية المصرية في مدة المل اللي كان احد الاشكاليات الرئيسية تقدرنا ان احنا نتجاوزها المل احنا كنا بنتكلم على مش من وقت الانشاء حرج بتكلم 8 سنين منذ انشاء السد لكن احنا كنا بنتكلم على المل اللي هو من وقت التخزين من وقت تخزين ده بقاله 3 سنين فقط يعني المل ابتدى من 3 سنين فقط مش في السنوات التلاتة لكن تضرر الحصة المصرية بعض الخبراء المياه بيقولوا ايوا الحصة المصرية لم تتضرر في السنوات الماضية بسبب وجود زيادة الفيضانات وزيادة سقوط الانطار ولكن هذا العام هو عام متوسط في المطر والمل السنة دي بنكلم على 24 مليون متر مكعب مليار متر مكعب وهذا يقلق كثير من الخبراء ان ده قد يؤثر على حصة مصر احنا الحقيقة في هذا العام وفي العام القادم اظن وفي العام الذي يليه يعني الثلاث سنوات اللي بدايتهم من هذا العام سنتعامل بمنطق اختبار جدية ومصدقية مثل هذا البيان وضرورة ان نقول ان قبل ان يصل رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد الى القاهرة والمشاركة في مؤتمر دول جوار السودان او يلتقي بالرئيس عبد الفتاة السيسي الحقيقة قال نص او قال مضمون هذا البيان امام البرلمان الاثيوبي لا يوجد ضغط ما مورس على رئيس وزراء اثيوبيا كي يعني يتخذ مثل هذه المواقع يبقى ماذا تغير في اثيوبيا اللي تغير السياسة اللي تغير الشغل المصري اللي تغير الاحتياج الاثيوبيا للدولة المصرية وللكيان وللمكانة المصرية في ادارة كتير جدا من ملفات الاقليم اللي هي بسرعة هنجلها حالا وليس ان هم انجزوا جزء كبير من المال لا اظن يعني انا مش منحاز لهذا التصوير لا انا بحاول اطرح ايو طبعا ايو طبعا انا مش منحاز لهذه المسألة من اينا نبدأ المفاوضات يعني هنا البيان اللي طلق من اجتماع الرئيس وابي احمد بيتكلم على نقطتين مهمين نقطة الشروع في مفاوضات عجلة للانتهاء من اتفاق بين مصر واثيوبيا والسودان لملء سد النهضة والمال والتشغيل وقواعد تشغيله واتفق الجانبان على بدل جميع الجهود الضرورية الانتهاء منه من خلال اربعة شهر البند الثاني خلال فترة هذه المفاوضات اوضحت اثيوبيا التزامها اثناء ملء السد خلال العام الحالي تلاتة عشر اربعة وعشرين بعدم الحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان بما يوفر الاحتياجات المالية مائية لكل البلدي خلينا نبتدي بالمفاوضات ده بيان يمثل روح ايجابية لبدء التفاوض روح ايجابية بيان كده بيان نواية بصراحة ولا بيان تفعيل هو دوت اللي بقول لها حضيك لا انا مش بقول المفاوضات بس كمان انا بقول الدولة المصرية خلال الثلاث اعوام هتختبر الجدية والارادة الاثيوبيا هستنى ثلاث سنين كمان ده نستنادي عمدي شهرين صعبين اه طبعا لا همارس شغل انا ما استنيتش انا انجزت فيما لم يكن الرأي العام المصري ولا المصريين كانوا ينتظروا ان في حل وفي حل حالة لهذا الملف انا بتعامل بحذر شديد جدا مع هذا البيان لكن زي ما ذكرت ذكر مضمونه بالكامل وبالنص مسألة عرض استراتيجيات الدولة الاثيوبية في ادارة المياه وفي تشغيل وادارة صد النهضة على كل من دولتين المصاب السودان ومصر ده على لسان الرئيس الاثيوبي امام البرلمان الاثيوبي فاحنا كده قدام تغير حقيقي في الموقف تمكننا من انجازه لكنك حذر في التعامل معنا حذر طبعا علشان الثوابق الكتير اللي احنا شفناها ان يحصل مروغة ان يحصل تراجع ان يحصل خلاف في بعض من النصوص القانونية ده امر منطقي وطبيعي وازن ان الفريق المصري عنده من الذخيرة ومن البدائل اللي يقدر يزلل كمان عقبات من هذا النوع ماذا يلزم اثيوبيا بانجاز قواعد الملء والتشغيل خلال 14 اللي ينجزها عندها رغبة في انها تتشارك مع الدولة المصرية وتتشارك مع الدولة المصرية في عديد من الملفات الهامة على الصعيد الافريقي ومنها قضية السودان وهي قضية شديدة الخطورة والحساسية وهي قضية بين الدولتين بين كل من مصر واثيوبيا وتكاد تكون الدولتين الاكثر تأثرا سلبا بما يجري في السودان الآن من دون القاهرة لن تستطيع قديسة بابا ان تدير ما يجري في السودان بشكل يحفظ لها امنها واستقرارها ويفتح لها مجال التنمية والاستقرار الذي دخلت سد النهضة من اجل تحقيقه لذلك تريد مساعدة الدولة المصرية ونحن على الجانب الاخر ايضا استطعنا اقناع الجانب الاخر بان الحالة التشاركية في ادارة مياه النيل وفي الالمان بكافة المشروعات الكبرى المنشأة عليه ان ده يحقق فائدة على الجميع لن نريد الاستقصار بالفوائد لمصر وحدها لا ما عندناش مشكلة ان الاثيوبية تحقق فوائد وده امر منطقي وطبيعي ومقبول مصريا بنسبة مئة في المئة طيب برضو المادة التانية اللي بتقول بعدم الحق الضرر ذي شأن بالانجليزي significant ضرر ذي شأن تدمحوا الضرر ذي شأن ده برضو متغير يعني ممكن يقولك ضرر طب ضرر كبير طب ضرر صغير يعني معايير تقييم الضرر هنا ايه يعني يشتغل عليها بمنتهى الخبراء والفنيين يعني هم دول اللي يشتغلوا على مثل هذه الامور وربما يكون طالما فيه روح ايجابية يبقى فيه تبادل لمساء الحل وتجاوز هذه النقطة هكذا تحدث المفاوضات بين دول كبرى وبين وفي داخل قضية مركبة ومعقدة زي دي ممكن انا ادي له بعض من الامور التي لا تضر بالمصالح المصرية من اجل تحقيق هدف استراتيجي ابعد واطول مدى ويحقق فوائد اكبر للدولة المصرية ولمصالح الدولة المصرية ممكن اقولك برضو وجيت نظر تانية يعني عندما قرأت الصحافة الاجنبية مثلا وهي بتتكلم على انه جريت وان الناس يعني كتير من الصحافة الاجنبية يعني ايادت ورحبت بهذا البيان ولكن يبدو قد يبدو امام العالم قال له طب ما هي مصر هي لم يلحقها اي ضر ومصر اللي كانت ماشية في مجلس الامن وراحت امريكا وراحت روسيا وقالت يا جماعة انا دولة ذات فقر مائي انا دولة حضر اثيوبي قالت لا انا مش هضر حد من فيبدو ان الموقف الاثيوبي هنا بدأ اكثر سلامة من الموقف المصري رغم ان انا مقتنع ان الموقف المصري سليم وان احنا فعلا قلقين او قلقون من الدرر الممكن كل اللي عايزينه اتفاق واضح فهنا دوليا كيف يبدو الامر لا يبدو الامر ان المسألة ان الطرفين قدروا يوصلوا النقطة في المنتصف وهكذا دول التفاوت ان الطرفين قدروا يوصلوا بالاقناع كلهم لوجهة نظر الاخر والمتطلبات ومصالح الاخر النص على نصوص بعينها حوالين عدم الحق الدرر حوالين المدد حوالين الالتزام حوالين التعاون مع دول المصاب تغير حقيقي والحقيقة يعني الشواهد عليه كتير قبل كده يعني الثلاث سنوات والجهد المصري اللي حضريك بتتكلمي عنه ده ده كان من الادوات ومن الاسلاحة المصرية ولم تتوانى مصر من استخدام كل الادوات اللي كانت متاحة امامها من اجل حجد رأي عام دولي ورأي عام دولي تتكلم معه الجانب الاسيوبي كتير جدا ولا انه هو متفهم لوجهة النظر المصري هي الدول بتغير مواقفها ورؤاها الا ان هي بتقعد مع الدول الكبرى واعتقد الجميع يتذكر الرؤية الامريكية اللي كانت منحازة بشكل كبير وحصل هجوم وتراشق بالتصريحات ما بين اثيوبيا والجانب الامريكي حوالين ان الولايات المتحدة منحازة للجانب المصري وتحمل رؤية الجانب المصري ده كان حصاد من جهد الدولة المصرية والدبلوماسية المصرية في انجاز وفي توصيل مشروعية وقانونية المطالب المصرية بامتياز وانا لازم اقول انه ما كانش فيه اي اجتماع او اي لقاء للرئيس في اي محفل دولي دون ان يذكر قضية ساد النهضة يعني كانت جملة مهمة في كل الخطابات حتى في مثلا بايلاترال توكس او لقاء سنائي مثلا مع اي رئيس اجنبي وكل منصات الجامعية العامة ومجلس الامن حق مصر ومطالبة مصر باتفاق ملزم لاثيوبيا بملء وتشغيل الساد شفت الصورة لابي احمد في العاصمة الادارية ازاي كان عليها تعليقات مختلفة كتير انا شفتها زي ما انتو بتطمحوا ان انتو يبقى عندوكم مشروع احنا كمان في الدولة المصرية عندنا مشروع وطني ومشروع وطني كبير واحلمنا كبيرة جدا احنا بنبني بلدنا وبننقل بلدنا نقلة متقدمة فاحنا احنا كمان عندنا متطلبات للتنمية وعندنا شعب مصري شاب وفتي عايز يعمل افضل ما يكون وعندنا قيادة سياسية وعندنا نظام حكم الحقيقة يحمل هذا الطموح وبيشتغل عليه وانجز بعض من خطواته ومش عايزين نتوقف في هذه الخطوات وجايين واخدين رئيس وزارة السيوربيا نقول له تعال انفرجك على ما انجز واعتقد ان تم شرح ليه احنا كمان لسه عايزين ننجز ايه خلال السنوات القادمة فزي ما اثيوبيا بتنشد والنظام الاثيوبي ينشد الاستقرار والنماء والبناء لشعبه ايضا الدولة المصرية يا دولة طموحة في مرحلتها الحالية وعايزين نسابق الزمن في انجاز حاجات كتير جدا جدا بنحلم بدولة ليها عاصمة بقدر العاصمة الادارية وبكل مجتملاتها بل وعندنا امور كثيرة دخول الكنيسة اللي موجودة في العاصمة والمسجد والمتحف الاسلامي احنا دولة عندنا قدر عالي جدا من التسامح عندنا قدر عالي جدا من التشاركية والاخاء والمفاهيم الانسانية السامية طبعا طبعا مش هلفضل نتسامح بقى لو اخدت المياه بتاعتني مش هلفضل متسامح معيك لا 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 واحنا عندنا عندنا خطوطنا الحمراء وعندنا الوجه الاخر الذي يدافع بشراسة عن الحقوق وما شفناش تخازل مصري في اي من الملفات ليس ملف سد النهضة هو الملف الوحيد اللي يهم الامن المصري لا الامن المصري متعدد ومتنوع وشفنا يعني خطوات حاسمة من اجل الدفاع عن مقتضيات هذا الامن نرجع بقى للمؤتمر اللي كان على هامشه الاجتماع المصري الاثيوبيوه هو مؤتمر جوار السودان ولسه يعني نتائجه شغالة والطرفين يعني رحبوا بالمخرجات ولكن الوضع على الارض كما هو ما هي الخطوة القادمة اولا خلينا يعني نرجع خطوة واحدة للخلف ونقول بس المؤتمر عقد في اي بيئة دبلوماسية اي بيئة سياسية على مستوى العالم والاقليل على مستوى العالم يعني العالم مشغول بشأنه بشؤونه في حالة الاستقطاب والصراع الدولي والحرب الروسية الاوكرانية والتنافس الامريكي الصيني يعني الاهتمام الدولي بمثل قضايا مشابهة لما يجري في السودان الحقيقة في ادنى مستوى صحيح انشغال كبير جدا واعتقد المعبر عن ذلك حتى المبعوث الامريكي والمبعوث الاممي لم يقابل بترحاب على الاطلاق بل واتهم بانه بيربك اي وصول لشكل من اشكال التوافق داخل السودان فاحنا في حالة من الانشغال الدولي الكبير اللي تجعل البيئة الدولية غير مساندة للوصول لاي حال البيئة الاقليمية هي الاخرى مرهقة ومرهقة بشدة ومرهقة من تدعيات الحرب الروسية الاوكرانية وبكثير جدا من القضايا والملفات اللي تجعل برضو القضايا السودانية مسألة الاهتمام بيها متراجعة الى حد كبير ده اظن هم السببين الرئيسيين الحقيقة المخلية حتى التحركات بعيدة منذ بداية اندلاع الازمة وصولا للنهاردة يعني النهاردة بقى او في هذه المحطة وقدرة مصر على تنظيم مؤتمر على مستوى القمة لدول الجوار انا بنظر لي وكثير من الدبلوماسيين يشاركوني في هذه النقطة بانه احد اهم الخطوات التي بزلت خطوة راقية بكل المقييس خطوة موضوعية وتتبنى المدرسة الواقعية في السياسة مفهوم دول الجوار هو المفهوم الاهم والاكثر التصاقا بالقضية بالفعل وده شفنا في كلمات السادة الرؤساء جميعا هم دول الرؤساء فضلا عن المفاوضات السلم والامن الافريقي وجامعة الدول العربية فعلا هي دي الاطراف المعنية اكثر بشأن السودان والقادرة على تقديم الرؤى والحلول والمهمومة والتي تدفع اثمان حقيقية من رصدها من اجل محاولة انتشال السودان مما يجري فيه ماذا بعد يعني انا اكتر مما اكتر ما جذب انتباهي للبيان القمة هو انه بيان رغم انه طرق على فكرة الاذى الذي يلحق بدول الجوار لكنه اهتم بالقضية اصلا يعني اهتم بالتدخل وانشاء لجنة وزارية لمحاولة حالة القضية لكنه ما اهتمش بس انه هو يقول والله في كام الف لاجئ سوداني وصلوا مصر وكام راحوا تشاد وكذا الان هناك لجنة وزارية المفروض تعقد اول اجتماعاتها اعتقد في تشاد ما هو التحرك وهل هذا التحرك يتناقض مع التحرك الموجود في جدة ولا بيتكامل معه ايضا يعني اولا كانت يعني كلمة مهمة جدا في البداية مسألة الاعلان بان دول الجوار قلية دول الجوار لدولة السودان لا تتناقض على الاطلاق مع اي جهود لا اقليمية ولا دولية بل بالعكس هي تتكامل معها وتدعو مزيد من الجهود ان تبزل تحت اي لفتة وفي اي عاصمة من اجل الوصول الى تحقيق استقرار حقيقي لدولة السودان ومحاولة الخروج بحل جدي وحقيقي ومستدام على الارض دي اول نقطة نقطة التانية الحقيقة مهم جدا مسألة يعني القراءة المعمقة للبيان الختاني لاني انا يعني ازعم اني بقرأ كل ما يتم اصداره حول قضية السودان ايه بقى اللافة انتباهة اللافة انتباهة الحقيقة يعني فيه توصيف دقيق جدا وتحديد لترتيب اولويات الدخول على الازمة السودانية يعني الاول التأكيد اولا على ضرورة الوقف وانا هنا بقرأ من النص الالتزام بالوقف الفوري والمستدام لاطلاق النار لانهاء الحرب وتجنب ازهاق ارواح المدنيين الابرياء من ابناء الشعب السوداني واكلاف الممتلكات يعني لن يكون هناك تحرك جدي من دون وقف لاطلاق النار بشكل مستدام حتى يمكن افساح المجال لأي جهود سياسية في المستقبل افراد المساحة المعتبرة واللازمة في البيان الختامي الى البعد الانساني للازمة الحقيقة انا هنا بثمن هذا الجهد اللي قامت به دول الجوار واللي مصر بتقودها في هذه المرحلة وهي اعادة الاعتبار للازمة الانسانية المترتبة عن حالة الصراع لان الحقيقة يعني دي من الامور الافريقية حتى يا سيدة لميز ده بنشوفه بشكل متكرر مسألة الصراعات الممتدة التي بلا اسقف زمنية والتي يدفع المدنيين الثمن الباهز والفطورة الباهزة ما نبقى اقصاد سبع دول تستضيف لاجئين ونازحين الحقيقة ده امر ثقيل جدا وتم ذكره في البيان الختامي خاصة انها دول فقيرة دول نامية دول مثقلة بالاعباد مثقلة بالاعباد مفيش شك اذا ماذا بعد يعني ما زال النهاردة القتال في واحدة من اشد حالته النهاردة انا بكلمك النهاردة الوضع سيء جدا ووضع الانساني سيء جدا ماذا بعد يعني يعني ايه الخطوة التانية لهذا الخطوة التانية الاجتماع الوزاري اللي هيمسك السادة وزراء الخارجية لدول الجوار بالتعاون مع مفوضية الأمن والسلم الإفريقية بالتعاون مع جمهة الدول العربية لصياغة مجموعة من الأليات اللي لها علاقة بالتواصل مع منظمات الدولية اللي هتقدم المنح إلى النازحين واللاجئين إلى توفير الأليات والدخول الآمن والممرات الآمنة من دول الجوار إلى داخل السودان ما هو هناك السؤال هل دول الجوار يمكن أن تنجح فيما فشل فيه الكبار يعني الولايات المتحدة هل أمم المتحدة حتى الاتحاد الإفريقي كل دول تدخلوا بشكل أو بخر مفاوضات فشلت هنا ومفاوضات فشلت هنا تدخلوا بحذر لكن هذه الدول أنا أراهن عليها بداية من الدولة المصرية التي أعلمها وأعلم قدراتها وأعلم إرادتها واعتقد نموذج قطاع غزة اللي جار في إعادة الإعمار وفي الدخول المباشر والسريع وتسخير الإمكانيات والجاهزية بالخطط من أجل نقل قطاع غزة وترميم الأضرار اللي كانت تعرض لي لا مصر عندها القدرة وعندها الأليات وعندها الخطط الدول الأخرى كما أشارنا ما قلنا أثيوبيا في احتياج لمصر بشكل كبير جدا في حال الأزمة تنصيق على مستوى عالي ممارس الضغوط في المجتمع الدولي التواصل مع المنظمات الدولية توفير ممرات احنا دول الجوار اللي لنا جوار مباشر كل الجهات اللي حضرتك زكرتها تعاملت مع الأزمة السودانية بالشوكة والسكين بخجل شديد بمجرد إصدار بيانات ببعض من الجلسات في غرف مكيفة الدول السابع دول هم الدول المرشحة للعمل على الأرض للدخول فعلا حتى تحت النيران دخول في مناطق صعبة يمكن عبر إمكانيات هذه الدول أن تقدم مساعدات للنازحين على أراضيهم وأيضا للدخول داخل أراضي السودانية سويخ أخير سيناريوهات الحرب دي إلى أين تتجه؟ يعني أنا قريت البيانين بيان الحكومة السودانية وبيان الدعم السريع مصراحة ما لقيتش أي بريق أمل في البيانين التصعيد الأخير اللي شاهدته الأمس واليوم وأنا موافق مع حضرتك أنه فعلا في نقلة حتى متطورة في حدة الصراع أنا بجد أنه ربما يكون الصراع في مرحله الأخيرة رغبة الطرفين لتحقيق حسم عسكري ما أو تحقيق انتصارات عسكرية ما في لحظات أخيرة ألي الدول الجوار هي ألي مهمة كافة السودانين وكافة الأطراف السودانية يدركوا أهمية القادة الذين كانوا مجتمعين بالقاهرة السودان أكثر ارتباطا بهذه الدول وبهؤلاء القادة ويكنون لهم احترام كبير جدا دخول هؤلاء القادة مجتمعين بالرؤية الواضحة التي صدرت في القاهرة لديهم ثقل سياسي يستطيعوا فعلا ممارسة ضغوط حقيقية على أطراف الصراع كي يتوقف الصراع على مستوى السلاح وأن ينتقل إلى موائد السياسة وموائد التفاعل هو كمان فيه رسالة للمواطن السوداني أننا لم ننساكم أو لن ننساكم لأن المواطن السوداني اللي قاعد اللي ما قدرش أنه يسيب بيته ما فيه ناس قدرت أنها تمشي وفيه ناس لم تتمكن من الرحيل ولم تتمكن من المواطن السوداني إيصال المساعدات والاحتياجات إلى هؤلاء وتقديم يد العون إذا كان على مستوى الغذاء أو المياه أو الخدمات الصحية خدمات الإنسانية الأساسية وفعلا زي ما حضرك ذكرتي إحنا مع الشعب السوداني قلبا واحدا وقلبا وقالبا لم نترك الشعب السوداني على الإطلاق بل بالعكس هتبزل الدولة المصرية وبما حشدته من دول الجوار في المستقبل القريب اللجنة الوزرية هتجتمع هتعمل آلية هترفع أعمال اللجنة إلى السادة القادة من أجل جوالات أخرى قادمة ستكون تحت عنوان دول جوار السودان وأظنها هي يعني الآلية الأكثر اقترابة من المشكلة والأكثر قدرة على تقديم حلول حقيقية طبعا أنا سريعا بس لما حشير لبينة دعم السريع يعني ترحيب المجلس السيادي الانتقالي اللي هو القاتل المسلحة يعني كان ترحيب كبير يعني وقال لك أنه هو إحنا مستعدين إذا التزمت الميليشيا متمردة بتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان بأن إحنا نوقف في إطلاق النار والابتدار يعني إيه المبادرة بحوار سياسي فور توقف الحرب يفضي لتشكيل حكومة مدنية وتنتهي بانتخابات الدعم السريع قال لك بقى ندعو لتكامل الجهود الدولية والإقليمية بتوحيد المبادرات وأن أؤكد استعدمالنا للعمل للتواصل لحرق الجزري ولكن بدأ ترحيب قوات الدعم السريع أقل شوية في اللغة في اللهجة ويؤكد أهمية المبادرات الأخرى أهم من مبادر الدول الجوار هل كيف تقرأ دايلكسي لا أنا بقى أرد الجميع راحة بالحقيقة كل من له قدر من الرغبة في انتشال السودان مما يمر به من أزمة وأزمة معقدة ومركبة وكبيرة على الدولة السودانية مهددة لمكونات الدولة السودانية وده جاء ذكره في البيان الختمي أكتر من مرة الدولة السودانية في أساسها تتعرض لتهديد كبير أعتقد القادة قادة الدول الجوار وعلى رأسهم الدولة المصرية يتمتعوا بمصدقية كبيرة وبحجم كبير جدا وبوزن كبير من الثقة لدى الأطراف السودانية ولدى الشعب السوداني هيكون الاستثمار في هذا الأمر وهيكون فيه هناك رهان على أن هذه الثقة وهذه المصدقية اللي بيتمتع بهم القادة أنه هو فعلا يقدمه شيء وينجحه في لم الشمل إن شاء الله شكرا سيدة العميد خياد عكاشا مدير المركز المصير الفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية يعني نتمنى أنه فعلا كان مؤتمر مهم جدا مؤتمر دول جوار السودان بقيادة مصرية ده يمكن أول مؤتمر أو أول اجتماع لدول الجوار لكي يعني تتم مناقشة أصل قضية السودان لا تخص السودان فقط تخص كل الدول المجاورة للسودان وتخص أفريقيا في المقام الأول ولكن زي ما قال سيدة العميد يبدو أحيانا أن العالم منشغل بقضايا لا تخصنا إحنا يعني بقضايا كبرى يعني نحمل تأثيراتها ولكن نأتي عند قضايانا عند المقاس التي نعاني منها ويكون الاهتمام أقل من القليل ده لو يعني حد الضرب في أوكرانيا الدنيا بتولى إحنا عندنا ملايين اللاجئين ويكون الاهتمام بشكل ضعيف جدا فعلينا أن نهتم بأمورنا أما في ما يخص إثيوبيا فهو تفاقل حذر نقدر نسميه كده بالضبط تفاقل حذر شكرا سيدة العميد ونخرج فاصل وبعد الفاصل الدكتور أسامة رسلان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة